قبل ما روح لي أخباري هكمل على اللي كنت بقوله فيما يخص السنائي أحمد عبدالعادر وصلاح محسن اتنين بيهدروا كل الفرص الممكنة للتعلق وإنجاز المهام والظهور بشكل جيد الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية شهدت لاعبين أمثال صلاح محسن وأحمد عبدالعادر لاعبين بالجملة بيهدروا الكثير من الفرص الممكنة عد بقى زي ما انت عايز عمري زكي وابراهيم سعيد وعمري سماكة يعني اللي بقولك اللي بيجي في بالي يعني لاعبين مهمين جدا فجأة تلاقيهم اختفوا من الصورة صلاح جمعة وانا اللي بيجي في بالي بقوله يعني اللي بيجي في بالي بقوله تفاصيل صغيرة تخليك خارج الصورة خارج الصورة ما فاكر عاملة زكي ده لما راح ويجن وسجل عشر أهدف في أول عشر مباراة تقريبا في الدول الإنجليزي وتقلق وأبدع وأكسر الدنيا قلنا هنشوف درجبة في الدول الإنجليزي هبا انتهى بعدها إبراهيم سعيد مع الأهلي والزمالك والإسماعيل وراح إيفرتون هبا راح إيفرتون راح ألاون شعره هبا طار هبا طار كتير بقى من ده مثلا مثلا هقولك يعني مؤخرا واحد احنا بنشيد بيه طول الوقت يعني مهاجم مميز جدا مران حمدي وراح من هدفين الدوري المصري في الأوقات اللي فاتت في شهر يونيو 2022 تحديدا يوم 29 يونيو مران حمدي سجل هدفين في النادي الأهلي لو تفتكروا هقول الأهدف معنا تفوت سموح على الأهلي 3-2 تقلق جدا في موسم 2021-2022 وبعد كده ده ساهم في انتقاله ليه صفوف النادي المصر وتفتكروا طبعا كيروشوة بيتحدى العالم كلوس كيروشوة بيتحدى العالم بمران حمدي مران حمدي اللي كان ضمن أغلى صفاقات المصري عبر التاريخ لما انضم من نادي الزمالك مقابل 18 مليون جنيه هبا راح عمل حركة للجماهير هبا الجماهير طلبت برحيله يلا الإدارة المصري خايت قرارت برحيله وبيعه في يناير ليه؟ ليه يا جدعة؟ دي الدنيا بتفتح لك درعتها ليه؟ تهدر هذه الفرصة أنا بديك بس عمثلة وقريبة ما ببعدش أبعد شوية بعد كده بس الأول ناخد القرية محمد صبحي محمد صبحي مع منتخب الشباب متقلق منتخب أولمبي وبياخد أفضل حارس في أفريقيا في كاس الأمر أفريقيا تحت 23 سنة بيتقلق جدا مع فاركو أرقام عبقرية الأرقام هي مع فاركو يروح ربنا يكرمه ويروح نادي الزمالك ويبقى حارس أساسي لنادي الزمالك يبقى حارس موجود مع منتخب مصر يشارك في جزء من مباريات كاس الأمم الأفريقية اللي فاتت هو لسه صغير في السن وهبه ما يبقاش ملتزم وهبه يبقى خارج نادي الزمالك وهبه الزمالك يعرضوا للبيع ليه؟ يا بص أنا يعني بقى من جواي ليه؟ كل حاجة الكرة بتدها لك صح صح طيب ما ننروحش بعيد برضو أحمد فاتوح أفضل ظهير أيسر مصري السنوات اللي فاتت السنوات القليلة الماضية لعب متقلق جدا مع منتخبات الشباب والأولمبي والزمالك وطبعا المنتخب الأول لو شفت أرقامه في موسمين بس مع نادي الزمالك بص الأرقام 21 مباراة صنع هدفين تاميرات مفتاحية ده في 2021 و22 تاميرات مفتاحية 15 صنعات فرص 17 مرارات صحيح 24 قط أرقام 50 مرارة أرقام هيلة وأساسي منتخب مصر أنت الظاهير الأيسر لمنتخب مصر بص بقى 22 تدو 20 19 مباراة سجل هدفين صنع 4 أهداف تاميرات مفتاحية 18 صنعات فرص 22 مرارات صحيح 14 قط أرقام قراءة 250 مرارة برضو أرقام جيدة ليه؟ هبا يعمل مشكلة هبا الزمالك يعرضه للبيع نخسر ظهير أيسر مميز رائع وهايل بص بقى 23 مرارة 20 اللي هو الموسم اللي احنا فيه ده 3 مباراة ما بيسجلش أهداف صنعات هدف 1 قط أرقام 16 إيقاف لمدة شهر من جاملين الزمالكو طبعا وعرضه للبيع ليه؟ هفضل أقول ليه مع كل واحد طيب بلاش باسم مرسي لعب عشر مباريات مع منتخب مصر سجل سبع أهداف معدل رائع رائع كان أفضل لاعب في مصر في الموسم اللي توج بيس زمالك 2014 وكان لعب 36 مباراة سجل 20 هدف وصنع 6 معدل لعب عالمي قل لي باسم مرسي بعد 2014-2015 يعني من 9 سنين فين؟ عمل إيه بعده؟ راح فين؟ ليه؟ نحن قلنا مصر جالها مهاجم عظيم الموسم اللي فات مع الإسماعيلي لعب 28 مباراة سجل هدف وصنع هدف مهاجم مصر الأول المفروض يعني في 2014-2015 ليه؟ هل حضرتك واللي قاعد جنبك وصاحبك لو كلمتم في التليفون دلوقتي وأنا معاكم نختلف عن موهبة أو نختلف على موهبة صالح جمعة؟ ده واحد من أحلى وأحرف اللعيبة اللي جات في كرة القدم المصرية موهبة مش طبعية طلق جدا مع آنبي في 2014 وبعد كده ربنا قرمه بتجربة احتراف مع ناس من المديرة في البرتغال بس بسرعة هبه رجع للنادي الأهلي لحلة احتراف قصيرة جدا لعب مع النادي الأهلي توهج نسبيا مع الأهلي في 2015-2016 وقت ما كان بسيره مدرب لنادي الأهلي لعب تسع مطشاط ساهم في تسع أهداف صنع سبعة وسجل اتنين تمام؟ يعني فايق هوا مع النادي الأهلي خلاص هتركبها هي الحكاية رجبة وهترجع تاني نجم وساعتها راح المنتخب وكان متقلق وعمل حاجات عظيمة جدا راح قرر تلقيا يغيب عن التدريبات يتأخر عن الموعيد وزن الزيادة كل ده كل ده وصالح جمعة كل ما نادي يتعاقد معاه يقول ايه حيرجع تاني صالح جمعة الموهبة العظيمة دي أخير هم النادي الإسماعيلي هل قدم شيء مع النادي الإسماعيلي؟ لا شيء أهي 14 مباراة ما سجلش هو لهدف يدوبك صناعة 3 هدف عمر زاكي اللي كنت لسه بكلمكم عنه من شوية وهو ده بقى أكتر واحد يحصرك في 2008 يوليو 2008 تحديدا يعني عمر زاكي انتقل من نادي الزمالك لوجه وقبلها طبعا كان مع المنصور هو الزمالك ومتقلق جدا ومكسر الدنيا وإنبي طبعا وكل الكلام ده انتقل لويجن على سبيل الإعارة لو تفتكروا ب2 مليون يورو إعارة ب2 مليون يورو عمر كيف بدايته عظيمة عظيمة أنا فاكر لسه صوت رحمة الله عليه الكابتن الكبير كابتن حماد أمام هو بيعلق على هدفه التاريخي في شباك ليفربول وبيتكلم عنه وبيتكلم على عظمته في كين جون بتاعه في ليفربول ده الدابل كيك اللي عملها بشكل رائع جدا وكابتن حماد أمام بيعلق الله الله ما قدرش يعلق ما قدرش يقلت صوت كابتن العظيم كابتن حماد أمام بس بيرن في ودن بيرن وقلنا عمل زاكي درجبة بقى في الدولة الإنجليزية وهيكسر الدنيا وساعتها قلنا هيروح بقى منشستر ينايتد ولا هيروح ريال مدريد ولا 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 بس عمل أزمة خلص تعليف ويجن مبقاش يلعم مبقاش مركز مبقاش مهتم خلاص أنا عملت كل لنا عايزه جبت عشر لأنا فاكل عشر أهداف دول كان ليهم بونس يعني الزيادة في المقابل هيخدهم نادي الزمالك مقابل رحيل عمر زاكي وخدهم الزمالك جاب العشر أهداف هبا سكت خلاص ما فيش تاني بعد كده فاكرين كانوا عايزين هو في ويجن كان هو رجع مصر المفوض يرجع في معاد معين اتأخر طبعا ده نادي انجليزي بيلعب في الدولة الانجليزي هبا مش هتلعب معايا لكن وقتها مطش مصر وزامبيا هو بعد المطش ما رجعش وما رحش للنادي ساعتها بقى ايه الدنيا بتاخده توديه وتجيبه لحد ما انتهى عمر زاكي ايه دي حكاية واحد كمان تمام تمام ده عمر زاكي ويه الحكاية احلى واحد بقى في الحكاية دي مين اعظم واحد في الحدوتة بتاعة اهدار الفرص اهدار الفرص العظيمة مين رقم واحد اول واحد يجي ببالك دايما برايم سعيد اجماعة انا مش ببالخ والله برايم سعيد لو كان تعامل بطبيعة صحيحة وتعامل باسلوب صحيح واحترافي وركز والله الاقوله دوت مش مبالغة كان وارد كان وارد جدا يكون افضل لاعب في تاريخ مصر لاعب عنده كل الامكانيات الممكنة بيشوت برجله اليمين بيشوت برجله الشمال بيلعب براسه بيلعب مدافع بيلعب لعب وسط بيلعب لعب جناح بيلعب باك بيلعب مهاجم بيلعب كل حاجة كل حاجة ممكنة في الكرة تخليه يلعب في اعظم نادي في العالم مستريح تمام راح ايفرتون في الدولة الانجليزية خلاص هتبدأ رحلة عظيمة كان اعارة وقتها ست شهور راح ما شاركش في اي مباراة والحكاية كانت كوميدية جدا اشتعر في الرجل برايم سعيد ده راح لديته اللي احترافية بوزت ازاي للشباب اللي ما حضرتش الكلام ده كله راح قبل ماتش ليفربول وماتش ده ديربي بالنسبة لأيفرتون ورح سابق شعر احمر يا سلام يا سلام انت بتكيد مين انت بتكيد مين بس طبعا كان لابس وقتها ايه كاب وركب الاوتوبيس بالكاب عشان اللعبة او المدارم ما شفهوش فاول ما راح راح قلع الكاب وطلع الشعر احمر في ديربي بنلعب قدام فريق المنافس الغريم التقليدي الغريم التقليدي بيلبس احمر فانت راح تعمل شعرك زي يوم حاجة صغيرة وطفعة جدا فالراجل ما تكملش بقى في ايفرتون انا بحكي للككسة دي بس لكن طبعا كسة ابراهيم سعيد ما شاء الله ما بتخلص مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومنتخم مصر كسس حكايات يعني فادي واحد كمان ابراهيم سعيد شوف فرص ضيعة نجوم واسماء ضيعة كتير طيب ده على سبيل المثال وليس الحصر للاعبين مواهب كرة القدم المصرية خسرتهم وهم خسروا اكتر بكل تأكيد وهم لو هم عادين دلوقتي مع نفسهم اكيد ندمانين انا بقول الكلمتين دول وانا كنت لسه بتكلم على احمد عبدالقادر وصلاح محسن لعله وعسى يلحقوا ينقذوا مسيرتهم ومستقبلهم في كرة القدم فربنا يديك كل هذه النعم ربنا يديك الفرص ربنا يديك أندية وفرق وناس ممكن ممكن ناس تانية كتير يتمنوا عشرها طمناها يعني اي حاجة واحد في المليون منها يديني بس فرصة للاعب في نادي يديني بس فرصة للاعب في مركز الشباب كم مرة حضرتك تلاقي حواليك ناس بتقول عليهم يا أخي والله العظيم ده لو كان لعب في نادي كان بقى أحسن من أحسن لعب جي في تاريخ مصر كم واحد انت شفته كده بعنيك المجردة يعني ما سمعتش شفت بعينك لعبين قلت عليهم ده لو كان لعب في النادي من هو صغير كان زي ما دلوقتي حسن لعب في مصر دول بقى كتير جدا الحظ ما كانتش معيهم فما لعبوش في نادي فبقيتش عندهم مسيرة في كرة القدم فبقيتش لعب في كرة القدم أصرنا واشتغلو شغلنا تانية